مثال اخر الذي هو 3.547 ايضا رأس exponent كبير مود 825 ايضا الان ما التهققان كبير فرح نباوه احنا علي من هالمرة رح نباوه على الان اذا شفناها نوته فرايم فاذا لا نستخدم فرماك اذا الملديه اطبعا مو prime اكيد مو اولي اذا رح نلجع لها يعني المودلار exponent جاء الى الاولار واحد من اعدم شو رح نسابها هذا رح نباوه على الان هنشوف الاكس العفو العفو الموجود عندنا اذا الاكس هو سمول طبعا هو الاكس هنا سمول فاذا احنا نضطرين نستخدم طريقة المودلار اذا طريقة المودلار شو رح نسابها رح نحاول هذا الواي اللي رمز هذا اللي موجود عندنا نحاول او نسمي الان اكسبوننت هذا رح نحاول انها قطعته power 2 رح نحاول نسابه breakdown نقسمه ونسابه simplify هذا الرقم اللي موجود عندنا هو عبارة عن 502 زائد 32 زائد 2 زائد 1 هذا هو الرقم هذا هو ترك تكسير او توسيط الى طبعا كلهن 2 power 2 احنا ما خليش اخذنا هاي قيم بالذاتلين هاي 2 power 2 وصار عندنا 2 power 9 2 power 6 2 power 1 2 power 0 اذا اخذنا طريقة الاكسبوننت سميناها عفو modular exponent ونقسم الاس اللي موجود عندنا الى power 2 ورح نجي ناخذ نحاول النظام الثنائي ونحاول انه نكمل حل المثال الرقم اللي نريده عندنا اللي رح يطلع عندنا طبعا هنانا جينا نسوينا هنانا احسبنا قيمة اكس لpower 2 ينهاي 3-9-8 الى اخره هنزه هنكمل المواقع مالتا اللحظة رح نتبجي يصير عندنا تكرار من النص الاحل معين رح بيكرر نفسه عندما نختار المود للسابل اللي رح نشوف انه الارقام تبجي يصير عندنا لو الكالكوليتر مالتا رح يصير ابسط يعني اذا رح نحسل قيمة اكس اللي هو صغير جدا مثل ما قلنا وكل رقم رح يكون هو مربع اللحظة علي كل رقم هو مربع الرقم اللي سبقه الى ان يبدينها رح يبدي يكرر نفسه مرة ثانية كل رقم هو مربع الرقم اللي قبله اذا رح نستمر الى انوصل للتس عليش نوصل للتسعة ونوقف لان الوا هي اقصى قوة الها وممكن نتمثلها الى من هنا من السلايد اللي قبله كان الاقصى قيمة توصله هي تسعة وتتوقف عندنا فلهذا رح نحن هنا تسعة عندنا هذا الباور فلهذا احنا رح نجي نمثلها رح نوقف الى رقم تسعة ونشوفه يبدي يكرر نفسه بعدين الرقم اللي موجود عندنا الخطوة الثالثة اللي رح نسويها انه رح نجي ناخذ نختار واحد من الالكسبوننت اللي موجودة عندنا واحد من الالكسبوننت اللي هو هذا الرقم اللي موجود خلال 47 2 تبور 9 زائده 2 تبور 5 هذا مثل ما قلنا بالسلايد القبله ولازم نتذكر انه 3 تبور 5 يسوينا 3 لهذه القيم او التجزئ اللي سوينا يعني صار عدنا 3 تبور 2 تسعة 2 أس خمسة 2 أس واحد و 2 أس صفر هذه القيم يعني هذا الغاية من تجزئتها في هالشكل حتى نكتب الأس مالاتنا الجديدة في هالشكل هذا وكافئ لهذا الأسس عفو الالكسبوننت الاس رح يكون مششابه او متكافئ اذا احنا رح نجي نطلع القيم ما لبسطناه احنا صار عندنا المقدار بسيط اذا رح نكتبه بالطريقة التالية كل واحدة 3 تبور 9 أو 20 رأس هنا 3 تبور 2 تبور 9 3 تبور 2 تبور 5 مثل ما مكتوب هنا عندنا يعني كأنه عوضنا كل رقم بما يساوي اذا 3 تبور 2 تبور 9 صار سهل عندنا يعني 9 تبور اللي هم 141 و 3 من هنا احنا احنا امطلعي هالنواجمات فورا حننزلها مباشرة ونقدر نحسب العدد ايج قد رح يساوي اذا هذي هي الارقام يعني الغرض من هذه الطريقة انه بسطناها وسويناها عداد صغيرة حتى منعدها نقدر نوجد الناتج النهائي نكمل شوية ونكمل ايضا شكرا لابد من المتابعة